نبتدي بسفر ناما؟ نبتدي نبتدي بسفر ناما وده أول كتاب هيك قررت بقى بعد إما سفرت وروحت واتبسطت واستنتعت إنك تبتدي تكتب في أدب الرحلات إيه هو سفر ناما وعن إيه سفر ناما؟ سفر ناما كان 2016 وكان عن تحديداً رحلة سنغافورة وماليزيا ماليزيا وسنغافورة طبعاً اهتميت بموضوع الفار إيست لأنه كان الجذاب بالنسبة لي أكتر فابتديت أدون عنه وحسيت إن أنا كنت عايز أكتب لإن حسيت إن الرحلة فيها تفاصيل كتير ولإنها كمان هما كانوا رحلتين في نفس الوقت يعني لإن اتحركت من سنغافورة للماليزيا بري فالموضوع كان على رغم مشاقته إلا إنه كان ممتع فحسيت إنه كان محتاج يتكتب ويتدون عنه إيه اللي كتبته وإيه اللي كان يهمك إنك تكتبه في سفر ناما عن ماليزيا وسنغافورة؟ كل المشاهدات بقى يعني انطباعي عن البلد والمقارنة ما بين البلدين يعني رغم إنهم جارتين جدا وما بينهم حدود برية إلا إن لا فيه اختلاف ما بين البلدين ماليزيا هتعجبك جدا سنغافورة هتعجبك قوي بس كل بلد لها طبع مميز قوي وروح خاصة بيها في مثلا سنغافورة أنت طول الوقت أن عمري ما سمعت طول مدة الإقامة تقريبا 8 ايام أو 10 ايام ما سمعتش كلاكس عربية خالص دي بنسبالهم حاجة من المحرمات يعني عكس كده كان في ماليزيا ماليزيا الموضوع مش دي هنا في مصر دي ما إحنا متعودين على ده لكن لا هم برضو بيستخدموه الصهر ماليق سنغافورة بيناموا بدري جدا الساعة 9 البلد نامت خلاص ماليزيا لا ماليزيا صاخبة وبيتحركوا بيحبوا الصهر زينا فطول الوقت أن كنت بقارن ما بين البلدين وهنا في مزارات حلوة قوي وهنا في مزارات حلوة قوي فكانت تجربة جميلة جدا حسيت نحب تاجت الكاتب بيعجبك أنك لقبت بابن بطوطة أو أنه تقال على أدبك أو على نوع الأدب اللي بيتقدمه ابن بطوطة ده حاجة تشرف أي حد بيكتف أدب رحلات لأنه كمان يلحظ خدم في أن الوقع الموسيقي للإسمين ابن حمودة وابن بطوطة فالموضوع كان حلو ده غير أن تأثري بابن بطوطة بدأ حتى من قبل ما أعرف أن اللي تأثرت بي ده راجع لابن بطوطة يعني أنا كنت بقرأ مقولة كانت بالإنجليزية بتقول السفر يجعلك عاجز عن الكلام في الأول لكن بعد كده يخليك حكاء وعندك مغزون من القصص كبيرة قوي عجبتني الجملة جدا لما دورت عليها لقيت أنها منتسبة لابن بطوطة الكاتب المغربي والرحل الأشهر في الوطن العربي والعالم جميل